عبء آخر فوق أعباء هذا هو حال المواطن اليمني الذي فرضت عليه الحرب أعباء تنؤ بطاقاته وموارده وفي صدارتها تلك التي يتطلبها حصوله على وثائق السفر والهوية وغيرها من الأوراق الثبوتية الأخرى فبعد إبطال جوازات السفر التي كان يصدرها الإنقلابيون الحوثيون ها هو تعميم يصدر عن الشرعية ويقضي ببطران كافة خدمات مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في صنعاء وفي غيرها من المحافظات التي لا تزال تخضع للحوثيين التعميم وفقا للموقع الرسمي لوزارة الداخلية في عدن جاء بناء على توجيهات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وقد وجهته رئاسة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية إلى مديري عموم الفروع بالمحافظات المحررة ومديري المنافذ البرية والبحرية والجوية في البلاد رئاسة المصلحة أكدت في تعميمها بطلان كل ما يصدر عن الإنقلابيين من تأشيرات الدخول للأجانب والإقامات بكافة أنواعها وبطائق اللجوء وشهادات الجنسية وموافقات الزواج بالإضافة إلى جوازات السفر ودعت المواطنين والمقيمين في كافة محافظات الجمهورية إلى التعامل مع المصلحة التابعة للحكومة الشرعية في العاصم المؤقتة عدن وفروعها في المحافظات المحررة مؤكدة عمل على تقديم كافة الخدمات وتسهيل المعاملات لضمان سلامة إجراءاتهم القانونية لكن مصلحة الهجرة الخاضعة للحوثيين تقلل من أهمية تعميم المصلحة التابعة للشرعية في إجراء لا يأخذ بعين الاعتبار مصالح الآلاف من المتعاملين معها فالصعوبات في حالة التنازع كهذه على الصلاحيات تعطل مصالح الناس خصوصا وأن ظروف الحرب لا تزال تحول دون سهولة وصول معظمهم إلى مكاتب مصلحة الهجرة والجوازات الجنسية التابعة للشرعية مضاف إليها التعقيدات التي يضعها الانفصاليون على أبواب عدن ولحج في وجه عشرات الآلاف ممن تضطرهم الظروف إلى إجراء مراجعات في الدوائر الحكومية أو حتى المرور في طريق السفر إلى خارج البلاد صادر التعميم إذن في إجراء يرى المراقبون أنه كان يجب أن يتم في وقت مبكر لكن مصحوبا بتسهيلات كافية للمواطنين في كل أنحاء البلاد فيما يأتي هذا التعميم والبداء لا تزال غير متاحة بالقدر الكافي للتخفيف من معاناة اليمنيين الأمر الذي يمس حقا أساسيا من حقوقهم الإنسانية